12 مايو 2020 والذي يشارك فيه معانا معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح وراح يتكلم فيه عن خطة العودة الشاملة لمواطنين من الخارج فليتفضل معالي الوزير تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن حضرت صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهما والتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما أولياء من متابعة يومية لضمان عودة كافة مواطنين من الخارج كان هو الالتزام الذي انطلقنا منه في أكبر عملية إجلاء لضمان عودة سالمة الآمنة لمواطنين في الخارج شكل تحديا لنا جميعا وبحمد الله انجز بتكاتف كل الجهات الحكومية وتطوعية مع بعضها البعض والتي تفانت في أداء واجبها الوطني في عمل أقلب ما يوصف بأنه ملحمة وطنية تحققت وبكل فخر بكوادر وسواعد كويتية تكللت وبفضل من الله بنجاح خطة الإجلاء وخلال فترة زمنية لم تتجاوز خمسة عشر يوما بعودة ما يقارب ثلاثين ألف مواطن كان التحدي الذي أنجزنا وهنا بيودي أن أجزي أسمى آيات الشكر والثناء لمقام سيدي حضرة صاحب أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وما تضمنه نطقه السامي بمناسبة العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك من عبارات التقدير لكل العاملين والمتطوعين في خطة العودة والتي هي بلا شك وسام شرف على جبيننا جميعا رفعت فيها هممنا وزادت من تصميمنا وتحدينا لمواجهة هذا الوباء لحماية وطننا بأرواحنا فهو واجبنا وإننا العهد لباقون لسموكم يحفظكم الله على الطاعة والالتزام بتطبيق كافة المعايير الصحية والأمنية التي تحفظ وإن شاء الله الكويت ومن عليها باعتبار أننا جميعا شركاء في المسؤولية الوطنية التي برزت بها أسمى معانيها في تلاحمنا بمواجهة هذا الوباء باعتباره خطرا علينا جميعا وعلى وطننا الكويت وبناء على ما تقدم بتوفير الوقاية والحماية لوطننا الكويت وضعنا خطتنا بعودة المواطنين بالخارج أخذين بعين الاعتبار التوازن بين الرغبة السامية من لجن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بالعمل على عودة كافة أبناء المواطنين الراغبين إلى أرض الوطن وبين المجموعة من التحديات تمثلت في الآتي العدد الكبير للمواطنين في الخارج من من تقطعت بهم السبل وكذلك هم طلبتنا إذا تذكرون أن في البداية كانت قبل احتفالاتنا في عياد الوطنية وعياد التحرير نتكلم احنا بالفترة من 21 إلى 26 فبراير اللي يعني أجلينا فيها العديد من مواطنيننا في الخارج أنا ذاك تكلمنا وذكرنا بوفق قاعدة البيانات اللي كانت موجودة عندنا وقبل انطلاق منصة معاكم تكلمنا على أن هناك ما يقارب 25 ألف ممن تقطعت بهم السبل يضاف إليهم 35 ألف طالب المجموع ما يقارب 60 ألف شخص بعد توحيد قاعدة البيانات وبعد انطلاق منصة معاكم أصبح العدد الإجمالي بينهم 46 ألف ومية وواحد وثمانين التحدي الثاني التوزيع الجغرافي الواسع لأماكة تواجد المواطنين في جميع قارات العالم مثل ما ذكرها سمو رئيس مجلس الوزراء في آخر يوم من المرحلة الرابعة شملت المواطنين اللي كانوا موجودين في الخارج 103 دول التحدي الثالث اللي هو الغلق الكامل لحدود دول التواجد اللي فيها مواطنين في الخارج ما يعني تقطع كافة السبل أمام مواطنين في عودتهم إلى الكويت التحدي الرابع هو توفتفش الوباء في دولة التواجد مع انهيار منظومات الصحية في بعضها مع توقف تقديم الرعاية الصحية فيها وبعضها توقفت كذلك الأمور المتعلقة بالرعاية الخدمية التحدي الخامس قرارات الحضر الكلي والجزئي لأغلب دول التواجد مما يعني تقييد حركة التنقل داخل دول التواجد مع توقف الخدمات الأساسية للإقامة في الخارج تحديات هذه جميعا تعاملنا معها بكافة قطاعات المعنية بهذا الأمر من وزارة الخارجية وكافة قطاعات الأخرى المعنية بعودة المواطنين بالخارج تعاملنا معها بشكل مباشر ومدروس في وضع خطة إجلاء في مراحل متعددة ومدروسة وجاءت وفق خطط الآن هي معروضة أمامكم الآن وسوف ترسل إلى كافة وسائل الإعلام يعني اتباعا في ملف خاص بهذا الشأن المرحلة الأولى هي مرحلة الإجلاء الفوري وهي مثل ما ذكرناها كانت بتاريخ 21 يناير إلى 21 فبراير تاريخ 21 يناير يعطي إلى المتلقي متى الدولة ومتى حكومة دولة الكويت شعرت بفداحة هذا الأمر في دول عديدة مثل ما ذكرنا في الكثير من المؤتمرات السابقة عملت إجراءاتها بحلول شهر مارس وآخر مارس نحن بدولة الكويت وبتعليمات السلطات الصحية أخذنا إجراءات قسرية وأخذناها في بداية هذه السنة فعملنا الخطة الأولى وهي كانت لمواطنين المتواجدين في دول شمال شرق آسيا بعودتهم إلى البلاد وكانت من الصين ومن اليابان ومن سنغافورة ومن تايلند ف21 يناير إلى 21 فبراير اثنين مرحلة الإجلاء الكامل وهذه مثل ما ذكرت تزامنت مع الأعياد الوطنية من 24 فبراير إلى 29 فبراير أنا ذاك الكثير من مواطنيننا كالعادة السنوية يمضون بعض من هذه العطل الرسمية في الخارج وفضلوا البقاء في الخارج وهنا اللي نسميهم اللي تقطعت بهم السبل إخلاء كلي من الدول المتواجدين فيها مواطنين بكثافة قليلة ومعرضين بشكل مباشر للإصابة بالوباء أخذين بعين الاعتبار التوازن بين أعداد المواطنين وبين الطاقة الاستيعابية للمحاجر الصحية في الدولة إذا تذكرون إننا إحنا لغاية هذه العودة فلسفة العودة مبنية على الحجر المؤسسي وعلى توفر المحاجر والطاقة الاستيعابية في تلك المحاجر الدول اللي ردينا منها مواطنين بالخارج كانت إيران العراق إسبانيا إيطاليا ألمانيا بعد تلك المرحلة ونحن نكلم في فبراير وبعد ازدياد أعداد الإصابات في البلاد ارتأت السلطات الصحية والأمنية وغيرها منع انتشار الوباء واحتوائه وعليه اتخذ مجلس الوزراء المؤقر قرار بتعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي والعمل على تعزيز وتهيئة المحاجر المؤسسية وتعزيز وتقوية المنظومة الصحية في البلاد قرار مجلس الوزراء اتخذ في 11 مارس يوم غد اللي هو 13 مايو يصير شهرين من 13 مارس اغلاق الأجواء الجوية في الكويت رغم ثلاثة مرحلة الإجلاء المبرمج وهو الإخلاء وفق المعايير والفئات واعتقد سمعتوها لكن للتذكير هم منهم فوق 65 سنة أصحاب الهمم الحالات المرضية الحريجة والقصر دون سنة 18 سنة وهم الذين يكونون من غير معيل المرحلة الثالثة كانت بتاريخ 25 مارس إلى 29 مارس زادت أعداد المواطنين الآئدين لأن الطاقة الاستيعابية لمحاجر الصحية زادت مع توفير الطواقم الأمنية والطبية والخدمية لهم في المراحل الثلاث اللي ذكرتهم استطعنا بعودة 4890 مواطن بعد اكتمال هذه المراحل ودخلنا في شهر أربعة في سباق مع الزمن انكفاء الأمور في هذه الدول اللي موجودين فيها مواطنين في الخارج مع سرعة زيادة المحاجر الطاقة الاستيعابية للمحاجر وكذلك التطبيقات الأخرى التي تضمن أمن المواطن وكذلك المنظومة الصحية وهي مثلا اللي أطلقتها وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات منصة معاكم وكذلك اللي أطلقتها وزارة الصحة اللي هو تطبيق شلونك بمنصة معاكم وهذا اللي أنا ممكن ذكرته في البداية انه كان أول شي 60 ألف بعدين من 40 إلى 50 ألف لكن في منصة معاكم تم تحديد المعايير والفئات بشكل يعني أكثر دقة وكان عامل مساند ومساعد إلى جميع القطاعات العاملة في الكويت وكذلك كانت كذلك عامل مساعد لمن يعني يرغب العودة وكذلك اللي يبقى هناك فأي واحد يستخدم هذه المنصة تكون هي مسهلة لإجراءات عودته إلى الكويت وراها هذه المرحلة الرابعة وهي المرحلة الأكبر وكذلك يعني استكمالا للتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو بأن يتمتع المواطنون بأن يكونوا مع أهاليهم خلال هذا شهر الفضيل استطعنا وبتضافر جميع القطاعات في الكويت ببدء التنفيذ خطة العودة الشاملة وبدأت بتاريخ 19 أبريل لغاية 6 مايو هدفها عودة شاملة لكافة معطنيننا الراقبين في العودة للوطن فلسفة الأساسية في العودة هي الحجر المنزلي وهي العمل على عودة 29 168 شخص خلال 14 يوم عمل جسور جوية جابت كافة قارات العالم وغطت تواجد جميع مواطنيننا في 58 دولة اليوم طلقت المرحلة الخامسة وهي مرحلة الإجلاء البري من المملكة العربية السعودية وبيودي قبل أن أدخل في هذا الموضوع أن أشكر سلطات السعودية بكافة قطاعاتها في التعاون البناء والمثمر في هذا الموضوع وفي كافة الأمور الأخرى والتي سهلوا يعني عودة مواطنيننا عبر الحدود البرية في يعني أود أن أنوح على هذه المسألة حتى تاريخه بلغ عدد المتقدمين للعودة عبر المنفذ البري 4117 اللي دخلوا اليوم حروة 366 ونطلب من كل من يرغب بالعودة في هذه المرحلة التسجيل في منصة معاكم وبداء الرغبة والتواصل كذلك مع الأخوة في سفارتنا في الرياض هناك في مواطنين متواجدين في الخارج لا يرغبون بالعودة لأسباب عديدة اللي مسجلين عندنا 5,089 شخص بينهم ألف ما حددوا رغبتهم لا بقاء ولا عودة ونحن نحثهم أن يسجلون في كل الأحوال سواء يبقى أو سواء يقعد هناك لأن إذا يعني غير راية تسهل وتسرع الإجراءات التي تحتاجها كافة القطاعات في الكويت في عودته إن شاء الله سالما إلى الكويت أخيرا أخيرا بدي أن تقدم بكلمة شكر وإشادة وثناء لكافة الفرق العاملة في كافة القطاعات الرسمية والتطوعية واللي يعني أهم 13 جهة بلغ عدد العاملين 12353 مواطن كويتي كلهم اشتغلوا ب يعني بروح فريق واحد بانسجام وانصهار في خدمة بلدنا وخدمة مواطنين وانا أشكرهم يعني جزيل الشكر على تفانيهم في أداءهم للواجب اعتذر على طول الإطالة وانا جاهز الإسألة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم نبدأ ناخذ أسئلة من أخونا جريدة القبس فضل بالبداية أحب نهنيك على عملية الإجلاء ونجاحها وعلى الأطال الموجودين في سفاراتنا موجودة بره بالخارج مع الوزير سؤالنا هل هناك عمليات إجلاء في المستقبل الغريب للناس اللي كانوا رافضين أو كانت عندهم موانع للعلاج أو للدراسة شكرا لكم شكرا لكم أخوي والآن يعني وهذا وفق كذلك استكمالا لتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو قاعد نقوم في نقوم في دراسات يمكن إن شاء الله نعلن عنها أثناء العيد لكي أن يعني تم من بعض نسميهم المتفرقات اللي موجودين في دول العالم لعادتهم بعد انتهاء مدة الحضر الشامل يعني بعد ثلاثين خمسة فبهل يعني بهالأمر يكونون بعض الطلبة يكونون مخلصين امتحاناتهم فمن الممكن أن تتم إعادتهم بعد هذا التاريخ وكذلك يمكن كذلك يعني الأمور الأخرى إذا يعني وراء مسألة الحضر الشامل إذا كانت هناك في اختراقات وإنجازات بالنسبة حق تعزيز منظمتنا الصحية ممكن أن يعني يسهل ويسرع ويكبر كذلك من الطاقة الاستعابية بعودة مواطنين فباختصار نعم يعني هناك في خطط وطمئن في هذا صدد المواطنين الموجودين أن سيدي حضرة صاحب السمو هم في باله وسيدي يعني دائما هم في تفكيره وإن شاء الله يرجعون متى ما توفرت الظروف المناسبة بذلك شكرا جريدة لنباء المكروفون نزيل نأخذ وزارة الإعلام معالي الوزير هناك عدد من المواطنين يعني آثروا ألا يعودون إلى أرض الوطن بسبب خوفهم من جائحة كورونا وكما ذكرت مسبقا معاليك ما زالوا عالقين برديرا في بعض فئة اللي أم زوجات غير كويتيات لمواطنين والعكس الكويتية المتزوجة من غير الكويتين وأيضا المقيمين اللي أشغى موجودة هنا بالكويت وعلى قبل خارج ما هي الآلية التي ستنتبع بشأنهم شكرا بالنسبة إلى مواطنين خائفين من جائحة كورونا جائحة كورونا يعني عمت على كافة أقصاع المعمورة والعالم ف ولكن أنا أتكلم عن بلدية أتكلم عن الكويت بشهادة منظمة الصحة العالمية وبشهادة كثير من الدول اللي أبلوا بلاء حسن في كورونا أو غيرهم اللي عندهم منظمتهم الصحية قوية ومتماسكة يعني كل أشات بالقرارات اللي اتخذتها الدولة في هذا الصدد بالنسبة حق الفئات هم نفس الفئات اللي يعني موجودين في بالسابق في المراحل الأخرى التي سبقت فإحنا نتكلم على اللي يكون عنده أقارب من الدرجة الأولى نتكلم على اللي هما حاملي جواز المادة 17 وخرجوا ب يعني بطريقة رسمية إلى الخارج ونفس نفس الأمور ردوا بالمراحل اللي تليها واللي سبقت والثالثة هما من يعني مجلسيات مختلفة واللي يخدمون هؤلاء المواطنين فإحنا عندنا ثلاث فئات يعني معروفة يعني تعاملنا فيها بالسابق وهي اللي الآن يعني قاعد نستكمل الإجراءات اللازمة يعني بالقيام فيها شكرا جريدة الصباح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد بركاته الهدائبان جريدة الصباح بداية معالي الوزير الشيخ الدكتور ما أحمد ناصر محمد نودنا نتقدم بالجزيرة الشكر على هذه الجهود الجبارة التي بلا شك معاليكم معتظر في الصفوف الأولى في هذه الجاعة معالوزير دعت منظمة الصحة العالمية اليوم إلى اليقظة التام وحذرة من احتمالات موجة ثانية لتذشي وضع كورونا بسبب إجراءات عديد من الدول للعودة العرب السؤال هنا ما هو تقييمكم لما اتخذت أقومتنا حتى الآن من تذابير فايروس كورونا وممد استعداداتنا لمواجهة الوباء مرة ثانية لقدر الله شكرا شكرا لك وتقييم يكون وفق مقاييس ومعايير يعني السلطات الصحية يعني أبخص فيها لكن يعني أنا أقدر أقول لك يعني الدولة لم تدخر أي جهد في مسألة احتواء الوباء ومنع انتشاره واتخاذ كل الإجراءات في كل القطاعات الموجودة في الدولة لهذين الهدفين الأساسيين أتكلم على الأقل بالنسبة حق اللي يعني يخص الخارجية يعني مثلا قعدنا من يوم 13-13 مغلقة الأجواء الجوية بوجود هذا العدد الكبير من مواطنين ما قدرنا أن نرد إلا فترتين 25-29 ثلاثة والفترة الثانية اللي هي 19-4 لغاية 6-5 كل هذا يدل دليل على أن الدولة بكافة قطاعاتها ومنها وزارة الخارجية أن ممتثلة بهذين الهدفين الأساسيين اللي هو منع يعني احتواء الوباء ومنع انتشارة وممكن أن يعني تمشي وتسوق عليك الأمور في كافة القطاعات الأخرى وكافة المجالات اللي عاملين فيها سملائي الوزراء الآخرين كل في مجاله الهدف اللي أمامنا وهو هالهدفين الأساسيين ناخد جريدة أنباء مرة ثانية معاني الوزير السؤال الأول تشكل المحاجر الصحية للمخالفين للإقامة عبع كبيرة على تطاعات الدولة المختلفة ما هو دور وزارة الخارجية في التفاهم مع دول هؤلاء المخالفين وهناك جدول زمني لخروج هؤلاء المخالفين كما كان هناك جدول زمني لاستقبال المواطنين السؤال الآخر تطالب الحكومة المواطنين بارتداء الكمام في الأماكن العام ولكن هذه الكمامات لا متواجدة وغير متوفرة للمواطنين هناك تناقض ما هو الحل شكرا بالنسبة حق السؤال الثاني أتوقع أن تم الإجابة أليه قبل سعد الأخ الناطق الرسمي يعني بالأمس ويمكن راح يكمل يعني يمكن يجيب عليه يعني الآن بعد ما نخلص الأسئلة بنسبة إلى النقطة الأولى وهي مسألة المحاجر وبالنسبة حق المخالفين إلى قانون الإقامة واللي عليهم إبعاد إداري أشكرك على السؤال وودي أن يعني أتكلم يمكن شوية استفاضة في هذا المجال أول شي هناك في اتصالات رفعة المستوى من سيدي صاحب السمو مع قادة هذه الدول وهناك في تفاهمات وترتيبات في كل هذه الأمور هناك كذلك في اتصالات رفيعة المستوى بين سمو رئيس مجلس الوزراء مع نظراء رؤساء وزراء الجنسيات للجول الأكثر كثافة واللي موجودين في هذه المحاجر هناك اتصالات كذلك متعددة مع المسؤولين في تلك البلدان ومن بينها اتصالات مع بين وزير الخارجية ونظراء في هذه البلدان الأمر الثاني لا يوجد أبدا أي دولة رفضت في تلقي واستعادة مواطنينها هذا غير موجود إطلاقا وله موجود في العرف الدولي وأبدا لم ترفض أي دولة كل الدول ملتزمة بما يعني بتوفير الرعاية و يعني كل المستلزمات والتي تقدمها حق مواطنينها فهي ملتزمة بها كل الدول قدرت وبشكل كبير اللي تقوم بها الكويت كل الدول تقدر وبشكل مستفيد أولا سياسة سيدي حضرة صاحب السمو سيدي صاحب السمو والي صاغ مكانة لدولة الكويت في مصاف دول العالم وشبكة العلاقات المتوسعة لدولة الكويت في هذا العالم فلا يوجد إطلاقا أي دولة رفضت أن تستقبل مواطنينها اللي حصل فقط أن هناك بعض الدول أجرت ترتيبات معينة مثال وأنا راح أذكر تواريخ لأن الحقائق يصعب تجاهلها هناك في دول عندها غلق كامل الهند غلق كامل وكانت من بداية شهر أربعة واستمرت الآن إلى ستعش خمسة بنجلاديش كذلك جمهورية مصر العربية كذلك جمهورية سرلينكا كذلك وبعض الدول الأخرى الاتصالات مستمرة مع قيادات هذه الدول أجلوا رعاياهم والغلق لا زال مستمر في الهند رفع جزء من الإغلاق الكامل يوم ستة خمسة سبعة خمسة بدأت الطيارات توصل جمهورية مصر العربية طيارات مستمرة لحد الآن في مثل هذه المسألة جمهورية بنجلاديش أرسله طبعا طاقم طبي لتقييم وضعنا وكذلك الأمور يعني مستمرة في مسائل إجلاء مخالفينهم الموجودين وهني أوجه شكر إلى أخي وزميلي معالي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في هذا صدد واتصالاته المستمرة مع السلطات المعنية في جمهورية بنجلاديش جمهورية سرلنكا تصالات مستمرة بين سمو رئيس مدسل الوزراء ورئيس الوزراء سرلنكي وكذلك بين وزير الخارجية ووزير الخارجية سرلنكي في هذا المجال وإحنا الآن يعني ما شئنا عليها إحنا وضعنا ترتيبات قلت ترتيبات لاستقبال مواطنين طولنا تقريبا شهرين في الغد رح يكون شهرين يوم 13 5 ولازلنا الأجواء لازالت مغلقة ولازلنا يعني ممفتوح بالكامل مطلوب تفاهمات لعملية العودة بحيث أن ما ينظر المنظومة الصحية في بلدانهم مثل ما ينظر المنظومة الصحية في بلدنا فمسألة أن في دولة لم تستقبل رعاياها هذا مموجود مسألة أن طلب وقت معين لاستفاء نعم هذا حصل وهذا حق مثل ما عملناه ونحن سويناه والآن أنتوا تشوفون العجلة دارت إن شاء الله ويعني إن شاء الله تستكمل لغاية ما يغادر جميع من عليهم إبعاد ومخالفين إلى القانون في البلاد حسنا One سيكون شكراً على حضورك سعيد صدرك عندما وجملك من الجزيات أخرى اللي عاشوا بإننا ويملكون إقامات سارية في حكومي سواء أو هل ستشملهم عملية الإجلاء الخامسة القادمة أو هناك بروسيجر معين سيتم الأخ فيه أثنين يعني رغم الظروف الراتناستعمة اللي قاعدين نشوفها واغلاق المطارات إلى أن معالج قمت بزيارة دولة قطر الشقيقة محمل برسالة من صاحب السم والله يحبه فهل هذه الزيارة إشارة لصنح قادم وشكرا شكرا بالنسبة حق الجنسيات الأخرى الآن العودة إلى مواطنين الكويتيين والفئات الثلاث اللي ذكرتها اللي هي درجة أولى والثانية اللي كان حملت جواء مات 17 والثالث اللي هم معاهم يعني المستخدمين يكونون معاهم الأمر الثاني هو محل دراسة من السلطات المعنية وإن شاء الله نرد عليها متما استوفت دراسة الجهات المعنية في هذا المجال رسالة سيدي حضرة صاحب السمو يعني سيدي حضرة صاحب السمو في تواصل تام مع شقائه قادة دول مجلس وهناك فيه اتصالات يعني مستمرة في هذا المجال وكل وزير الخارجية بنقل رسالة شفاهية يعني متعلقة بالظروف الراهنة اللي قاعدة تمر فيها المنطقة ولكن بالأساس التحديات الجسام المشتركة اللي قاعدة تواجهها المنطقة والعالم في ظل هذه الجائحة الكبيرة والتي يعني أشغلت العالم كله فيعني كانت هذه يعني مجمل ما تم تكليف وزير الخارجية فيه شكرا كيفية الجريدة نعم علي وزيري أعطيكم الآفية علي وزير لو كان هناك في شوي تتصيل دول الخليط لها خصوصية وعديد من المواطنين تربطكم لعقاء ما بين دول الخليط سواء بنسب وصلة الدم يعني مثل ما ذكرت قبل غليل حول من لهم أزواج أو زوجات من الخليج هل هناك راح تكون خطة مستقبلية لهم هل هم مدرجين من ضمن المناقض البلية البلية في دخول إلى البراط المرحلة القادمة أو قيمة غليل العاجل إذا ممكن توضيح هو شكرا إن شاء الله ودي يعني قبل ما أدخل بالسؤال أو بإجابة السؤال ودي أن مرة ثانية أشكر كل دول مجلس تعاون على استضافتهم حق مواطنين الكويتيين في الفترة السابقة كانوا يعني فعلا أكبر مثال على وحدة الجسم الخليجي وانصهار الجسم الخليجي في هم واحد اللي هو رعاية الجميع فأشكرهم وأشكر السلطات في كل من بلدانهم نحن بالكويت يعني نتعرف يعني نحن معاملتنا حق أشقائنا في دول مجلس تعاون نفس هي معاملة الكويتيين لكن هذه المسألة إذا كانوا عندهم يعني مثل ما قلت أنا أقرباء من الدرجة الأولى فيعني هذا داخلين أوتوماتيكيا مع الفئات الفئات الأخرى تعالج تباعا وعولجت تباعا والكثير من الأخوان باتصال مع الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية بهذا الصدد وسنطلق قريبا لأنه الآن هو حجر كامل سنطلق قريبا موقع إلكتروني للإدارة القنصلية في وزارة الخارجية لتعامل مع مثل هذه الحالات أخذ قناة العدالة معني الوزير الشيخ بيتور أحمد ناصر ومحمد وزارة الخارجية شكرا بحجم السماء لتحريككم أساطيل كويت لإجلاء المواطنين لم ولن ننسى تحريككم أسطول كامل طائرة لإجلاء مواطن واحد من جمهورية سنقال هذه الأممانة بادرة تذكر في التاريخ ولكن مع الوزير لم يتم افساحنا بأي أرقام عن أعداد الوفيات للمواطنين خارج البلاد وكذلك أعداد المواطنين الذين يتم معالجتهم الآن من فيروس كروم شكرا شكرا أول شي يعني احنا نقول أن من من وهذا يعني هذا عمل وزارة الخارجية أي شخص موجود في الخارج وعنده تواصل مع الجهات الرسمية ومن بينها السفارات في الخارج فوزارة الخارجية مسؤولة عن معرفة أبضاعها الصحية والمعيشية وغيرها من الأمور فإحنا قاعدنا نتكلم حتى يعني قبل جائحة كورونا وهناك في يعني صارت هناك في حالات وفيات مو متصلة مع كورونا لكن يعني حصلت العديد من الوفيات بعضها جثامينهم رجعت إلى الكويت وبعضها لم ترجع إحنا نتكلم على بالـ 106 بعثات اللي عندنا في الخارج وقاعد أتكلم أنا من شهر واحد إلى الآن اللي توفى أو اللي قاعد يتعالجون ما يقارب 19 شخص اللي قاعد يتعالجون من كورونا اللي توفى منهم سبعة اللي توفى منهم وتم التعامل يعني معاهم لما حصلت لهم الوفاة ويدعو المولى عز وجل إن شاء الله أن يعني غمد روحهم إلى الجنة إن شاء الله نأخذ جريدة الوسط أسأل خير معالي الوزير حقيقة الرغم من شغال مجلس الوزراء في جنحة كورونا إلا أن دور مجلس الوزراء ومتمثل الوزارة الخارجية يرصد ما يدور حول العالم وكان أصدر بيان مجلس الوزراء يدين الممارسات الغير إنسانية في الهند اتجاه الشرقانة المسلمين هناك بعد إصدار هذا البيان هل هناك فيه تحرك لوزارة الخارجية من خلال جامعة الدول العربية أو منظمة العمل الإسلامي أو المؤمن المتحدة حتى الكويت تكمل دورها الإنساني بهذا الشيء وشكرا الله شكرا ما قامت به وزارة الخارجية وما قام به مجلس الوزراء الموقر هو تنفيذ لما ورده بميثاق منظمة التعاون الإسلامي وهو رعاية واهتمام بكافة المسلمين في العالم وأوضاعهم الأمنية والصحية والمعيشية وكذلك بأوضاع الأقليات المسلمة في دول العالم فهناك كان بالنسبة مثلا حق الإيغور بالنسبة حق الروهنقة وبالنسبة حق اللي تتفضل فيه يعني من أمور فأحيلت إلى منظمة التعاون الإسلامي منظمة التعاون الإسلامي هي المعنية بمثل هذا الموضوع وليس بأمر خاص هو أمر معمول به منذ إنشاء منظمة التعاون الإسلامي الآن فوق الخمسين سنة من سنة التسعة وستين هذا يعني بصميم عملها ودولة الكويت كدولة يعني من الدول المؤسسة وعضو فعال في منظمة التعاون الإسلامي تدعم كل ما ورد في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وتعمل على تنفيذه قناة الصباح السلام عليكم بدر فايد الطشة من منات الصباح مع الوزير جهودكم جدا جبارة منذ الصباح ونحن نتابع إجلاء الكويتين عبر منافذ حدودية الله يعطيكم العافية وعش الله يحفظكم يحفظ بلادنا ويحفظ سمو الأمير الوالد ربنا يطلوا بعضها سؤالي معالي الوزير إضافة إلى الحقيبة الخارجية التي تمثلونها فحضرتك أيضا تمثل الحكومة ولذلك اسمح لنا في هذا السؤال لماذا أصرت الحكومة على عدم حضور جلسة مجلس الأمة المناقدة قدر الأربعاء رغم أن بإمكانها الحضور ولو بعدد غليل من الوزراء حتى تصبح جلسة دستورية هل هذا سيؤدي الموقف إلى أزمة ما بين الصفتين شكرا شكر لك و يعني أنا أرجع إلى بيان مجلس الوزراء بالأمس وأرجع إلى اللي ذكره سعادة أخوي طارق المزرم ناطق رسمي باسم الحكومة أرجع إلى رسالة لأرسلها سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أخيه معالي رئيس مجلس الأمة واللي ذكرها في بيانة كلنا ملتزمون بتعليمات السلطات الصحية في هذا المجال واللي أوصوا بأن لا يكون هناك في تجمع وأن لا يكون هناك في اجتماع في هذا الصدد إذا تشوفون إن كذلك الاجتماعات العديدة لمجلس الوزراء تُعقد بصورة اضطراضية بعد يعني فعلى هذا المثال وعلى هذا النموذج فالاجتماعات الأخرى أنا أكتفي باللي ذكره أخوي معالي رئيس مجلس الأمة في بيانة ومسألة التعاون فنجدد مجدد يعني نجدد ذكر مجددا التعاون البناء والمثمر والتوثيق الأمثل للمادة خمسون من الدستور من تعاون السلطات واللي تمثلت يعني في أفضل صورها خلال هذه الأزمة يعني اللي شفناه من الجميع من أخوي رئيس مجلس الأمة ومن الأعضاء وكذلك بالاجتماعات المتعددة اللي عقدها مجلس الأمة مع زملائي الوزراء ومعي في مكتب المجلس واللجان يبين أن يعني اللي تفضلت في حضرتك بمسألة يعني عدم تعاون لعله يعني من خلال هذه الاجتماعات يعني يعطيك إجابة على أن هناك في تعاون وهناك في يعني صالات مستمرة واجتماعات مستمرة والحكومة سمعتوها يعني بالسابق وهي ملتزمة بكافة البنود اللي نص عليها الدستور في هذا المجال ختاما مع أخونا جمال باغهاني وكالة لمبار سؤالي لمعالي وزير الخارجي الشيخ رحمة ناصر لمحمد سبق لمعاليك أنك أعلنت أن أعضاء بعثات الدبلوماسية في الخارج سيكونون آخر من يعودون إلى البلاد بعد انتهاء الخطة الشاملة لعودة جميع الكويتيين في الخارج هل من الممكن أن يكون عودة بعض دبلوماسينا في سفارات في الخارج ضمن مرحلة الرحلات الجوية المتفرقة التي ممكن أن تسير بعد عطلة عيد الفطر السعيد والتي أعلنت عنها قبل قليل في هذا المؤتمر الصحفي أم سيظلون باقيين في سفاراتنا حتى عودة آخر كويتي من الخارج شاكر لك خويتي مار أول شي بالنسبة حق دبلوماسينا في الخارج يعني أجد أن هذه سانحة مناسبة أن أول شي أهنيهم شهر رمضان المبارك وأشد على أياديهم على كل اللي هما قاعد يقدمونه في خدمة الوطن وهم وكافة زملائهم الآخرين في القطاعات الأخرى العاملة هناك وكذلك من بعض الكويتين الموجودين اللي اتطوعوا للخدمة في هذا الظرف الهام والاستثنائي فهم بلا شك احنا شهادتنا مجروحة لأن احنا نعمل معهم عن قرب ونعرف مدى التزامهم بقسمهم وحسهم الوطني ولكن مآثرهم وعملهم يعني تجلت عند الجميع فهذه يعني فرصة أن أسجلها بالنسبة حق زملائي وإخواني اللي بالخارج العودة وآلية العودة هم يعرفونها يعني قبلنا كلنا هم يعرفون كيفية طريقة العودة مخاطبة أي جهة في الوزارة ويبدون الرغبة للعودة الطريقة والآلية ليست بطريقة جديدة ولا نحن قاعدين نطلع شديد هذا شيء معمول به من زمان ويتبع نفس الإجراء في هذا المجال يعني أختم وأقول أن إحنا قلنا بالسابق أن هم نفسهم دولماسيين لما كنا قاعدين نتكلم على العودة ما راح تشوف واحد من نفسه أن يبدي نفسه قبل ما يبدي خدمة مواطنيه وبلده ها وقد تم استكمال ممكن وفق الآليات والإجراءات المتبعة واللي الجميع يعرفها وخاصة زملائي وإخواني واخواتي العاملين في وزارة الخارجية أنا شكر لكم جميعا لهذا المؤتمر واعتذر يمكن في البداية على الإطالة في هذا المؤتمر وكذلك يمكن على أساس في فترة لم نخرج يعني فيها إن شاء الله في القادم الأيام تتمكن من أن نطلع بصورة يعني أكثر ونهنئكم مسبقا إن شاء الله بعيد فطر مبارك عدى الله علينا وعليكم وعلى المسلمين وعلى البشر يا جمعاء إن شاء الله بالخير واليمن والبركات شكر لكم شكر معالك زملائي مشكرين على المشاركة اليوم في المؤتمر الصحفي إن شاء الله نشوفكم في المؤتمر القادم ألف شكر لكم مع السلامة عالمي